زيكا جميعا نرده في حلقة جديدة هنا على هوم سينما راجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هوم سينما ودي الحلقة التالتة في التريلر او في استفلال ري اكشن لمسلسلات رمضان نزل كده كام تيزر ونزل تقريبا على ما زل ما عرفش اوفيشال تريلر فاحنا برضو هندعبس وهنشوف للمسلسلات بتاعتنا هنا في رمضان في البيت على هوم سينما الحلقة مش هبعتقدش الحلقة تبقى طويلة قوي لان تقريبا ما فيش حاجات كتيرة نزلت فحبيت ان احنا نشوف ايه اللي نزل برضو نحب ان احنا نعمل له تريلر ري اكشن والحلقة اه او اللي هنبدأ به هو اول مسلسل وهو بيت الرفاعي لامير كرارة والمسلسل من تأليف بيتر ميمي ومن اخراج احمد نادر جلال ومعاق في البطولة ميرنا جميل واحمد رز ومحمد لطفي ومرنا نور الدين وسيد رجب فيلا بينا نشوف بتاعنا مسلسل بيت الرفاعي وهو فحنقرر ساعتها هيبقى معانا ولا مش معانا يلا بينا نشوف تريلر لمسلسل بيت الرفاعي يلا بينا اوكي مسلسل بيت الرفاعي ده الاوفيشال تريلر اه ان شاء الله باذن الله مسلسل بيت الرفاعي حيبقى معانا السنة دي على هوم سينما ده المسلسل اللي حيتضاف معانا هنا على هوم سينما بيت الرفاعي يلا بينا نشوف الاوفيشال تريلر اللي اكتر مسلسل انا متحمس له السنة دي وهو الحشاشين يلا بينا مسلسل حشاشين ده برضو يعتبر على فكرة تيزر ما يعتبرش اوفيشال تريلر بس شكلنا داخلين على ملحمة يعني داخلين على ملحمة تاريخية والمسلسل حاس ان هو هيبقى يعني جامد فاشخة يعني حاس ان ده ده وش ده هيكون اكتر مسلسل جاي بمشاهدات في رمضان يعني ده مش هاندحك على بعض يعني بس لأ شكله مسلسل تقيل بصراحة بالنسبة لمسلسل بيت الرفاعي حسوا هيبقى حلو في اوله وبعد كده حيموتوا في الاحداث معرفش يعني وعندي حشاش ان المسلسل يحبى تلاتين حلقة بس برضو ان شاء الله بإذن الله ما ننزلو الوفيشال تريلر هنعمال له تريلر ان ده برضو تيزر على فكرة ده مش اوفيش هالتريلر يعني مفروض عندنا مسلسل تاني وهو مسلسل غير ناطق باللغة المصرية تقريبا وهو مسلسل تاج ونفس الصناعة العمل بتوع المسلسل بتوع السنة اللي فاتت بتوع تايم حسن اللي كان مسلسل اسمه الزند ومسلسل تاج ده ترشيح من واحد من الناس اللي بتتفرج ومتابعة معنا مسلسلات رمضان كل سنة وعلى هوم سينما ده التيزر وحنعمله تريلر الرياكشن يلا بينا اوكي معانا مسلسل تاج حنكتبه في الفيفتي فيفتي بصراحة في الفيفتي فيفتي ممكن يخش وممكن ما يخشش الله اعلم قايمة بتاعتنا عندنا مسلسل اسمه محارب بتاع حسر رداد وانا مش من طبيعتين انا اتفرج على مسلسلات لحسر رداد اصلا فبرضو برضو عشان ما نزلمش المسلسل فنشوف ده اوفيشال تريلر على فكرة برضو فكويس ان فيه اوفيشال تريلر تاني غير بيت الرفاعي بحيس ان احنا هنكرر هيبقى معانا ولا مش معانا مسلسل محارب يلا بينا اشتركوا في القناة مكتبات هو مسلسل حسله هيبقى جامد بس ما اعرفش ليه تامر عبد المنعم غريبة شوية تامر عبد المنعم ينا اول محارفان شوفت تامر عبد المنعم فالمسلسل الحسله هتقفلت يعني من الاعلان يعني مع كاملة اختراميلي وانا اسف بس انا حسيته ممكن يبقى جامد بس ما معرفش ليه حاسته برضو لا يعني حاسي ان القصة برضو مهروشة قبل كده وشوفناها كتير اوي في المسلسلات فماعتقدش احبى معانا محارب يعني السنة دي حسن رداد هو عمتا جود لك فور حسن رداد يعني ممكن يكون اعمل فعلا بجد حاجة جامدة بس انا للأسف مش معايا السنة دي انا اسف عندنا معانا اخر تيزر معانا النهاردة وهو تيزر لمسلسل من المسلسلات اللي انا بصراحة قدت لها تقييم عالي جدا السنة اللي فاتت وكان واحد من افضل المسلسلات انا شايف من وجهة نظري كوميديا وكمسلسلات عمتا في المجمل وهو مسلسل كامل العدد ومعانا السنة دي مسلسل كامل العدد بلاس ون فمن بلاس ون دي تقريبا على ما اظن شكلهم كده خلفوا يعني تقريبا من وجهة نظري شايف ان هم خلفوا اصلا كامل عدد بلاس ون ده يبقى اكيد ليه علاقة بطفل تقريبا يعني فيلا بينا نشوف بس شكله حيبقى ظريف يعني انا بصوا بصراحة انا بحب المسلسل انا عجبني جدا الجزء الاولاني وتفرجت عليه وعجبني جدا وكان من المفاجآت بتاعة رمضان بصراحة السنة اللي فاتت بس الله ارحمه مصطفى درويش طبعا الله ارحمه مش هيكون متواجد ما عرفش بقى ممكن يبدأوا المسلسل ازاي ممكن يبدأوا المسلسل ان عمر او مصطفى درويش يعني ان هو توفق اكيد في المسلسل يعني بس انا مسلسل كامل العدد غصبا عني حيكون موجود معايا السنة دي لان انا شفت السنة اللي فاتت الجزء الاولاني وعجبني جدا 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 وكان من افضل الاعمال الكوميديا بالنسبة لي وكان من المفاجآت ان يعجبني مسلسل كوميدي لدينة شربيني وشريف سلامة ده بالنسبة لي يعني عدل فاتمنى نفس جرعة الكوميديا اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت اتمنى ان هي تكون موجودة برضو السنة دي معانا كده آآ القايمة معانا المسلسلات اللي هتبقى معانا الحشاشين الكبير الجزء التامن المعلم كامل العدد وبيت الرفاعي كده عندنا خمس مسلسلات هتكون موجودة معانا السنة دي في مسلسلات رمضان دول خمس مسلسلات ولسه هنشوف بقى المسلسلات هتبقى عاملة ازاي آآ لسه في مسلسلات كتيرة جدا ما نزلهاش ولا اي حاجة زي مسلسل بتاحمد السقا مسلسل بتاع شيكو المسلسل بتاع شام ماجد آآ في حاجات كتيرة لسه ما نزلهاش ولا حتى يعني بس احنا كنا قيلين ان احنا عايزين يعني انقطر شوية من مسلسلات الكوميدي وكفاية مسلسلات كئيبة ومسلسلات نكد فاحنا عايزين نضحك بقى في رمضان السنة دي لان المسلسلات السنة اللي فاتت كانت كلها او معظمها كانت كلها كئيبة يعني آآ فخلينا في الكوميدي بقى السنة دي شوية وتمنى او زي ما قلتلكم انا هترجط شوية لمسلسلات الخمستاشر حلقة لان احايا ببنى انا اتفرج على مسلسلات خمستاشر حلقة اكتر من تلاتين لان تلاتين كتير جدا بجد حقيقي تلاتين ده كتير جدا يعني اكتر مسلسل السنة اللي فاتت اللي هو يعني زي ما بيقولو او عندي هو كان مسلسل جعفر العندا مش هنتحك على بعض اللي هو تلاتين حلقة يعني كان تلاتين حلقة بس مسلسل بجد برافو محمد سامي اللي هو خليكي تستنى الحلقات من اول حلقة لحد اخر حلقة وكل يوم عايز تشوف الحلقة بتاعت بكرة يعني بصراحة دي كان فيها شابو محمد سامي غير كده مسلسلات تلاتين حلقة كان صحبة قوي كان صحبة ده انا حاسس ان كان خمستاشر حلقة كمان كان كتير بجد والله بدون مبلغة حاصلت ان خمستاشر حلقة كان كتير بجد فمعرفش يعني خلينا نشوف بس الدنيا هتمشي ازاي وحنقرر ساعتها اخر يوم آآ يعني خلينا كده يعني خلينا كده لو نزل تيزرز او نزل تريلر آآ اوفيشيال تريلر هنعملوا تريلر ري اكشن برضو على السريع كده علشان برضو آآ نشوف الدنيا ماشي ازاي يعني لان نحس ان في مرة كده حيفجؤونا حينزلوا المسلسلات كلها بتريلر بكاتها مرة واحدة حاسس يعني من وجهة نظري بس آآ دي كانت حلقتنا لمسلسلات رمضان الجزء التالت اتمنى الحلقة يكون عجبتكم انشغلوشوكو في الديهات تانية قريب منسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم ومنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانلز التانية الاسم اهو مالهون وتيكتو حاسب لوكو لنكس في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا لايك على فيسبوك وستفروا انستجرام برضو حاسب لوكو لنكس في الديسكريبشن وباي باي ترجمة نانسي قنقر